كنت قلت حاجة لجمهورية شبين جمهور جمهورية شبين كلمة السر زي ما قلت دلوقتي الناس في شبين كلها بقى عندها هدف بقى عندها أمل مع وجولي سيد المحفظ المراقب للمواضية مع السيد النواب مع الجماهير يا طاي الهاتلي صورة استاد شبين لو في فيديو صوت وصورة عاوز اسمعه واسمع الجماهير في شبين لان دي كلمة سر لو موجود اجهز وقولهولي كلمة السر دلوقتي وراء عصام شعبان جمهور جمهورية شبين يعني تنطق وراء الجمهورها بره وجوه لكن مفيش مكان بيمتلق فيه المدرجات على أخره سيد سيد جمهورية شبين جمهورية شبين بتفكرني بالمثال بتاع إدعم المنتج المحلي جميل جهاز كله من أبناء النادي مش من بره صفا ما قاشت مع الكابتن عصام مع الكل صح كلهم من أبناء النادي بتلعب في قلب النادي جمهور في شبين أنا شرفت أنه أنا لعبت سنة هناك فلنشنا فيها خامس بيحب النادي عشق والجمهور أصلا يعني أنت بتحتاجه كفرقة مش وإنت كسبان أنت بتحتاجه لما تتعصر وإنت كسبان أنت مش محتاج حد أنت فرحان وخلاص وماشي وكويس فأنت بتدور على مين حيقف جنبك وفتعصرك ففي البداية لما الفرقة تعصرت وكانت نتيجها مش 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 على قد المأمول الجمهور وقف وراها ودعمها شوفنا كابتن الجمهور آآ نسمحهم كده نسمحهم وافتح لي بقى على الفيديو كده نسمحهم بالأب فاتموا فاتموا نسمحوا الملعب ده 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 صورة بس ده أعطوا الصور أعطوا الصور أعطوا الصور وروني بس الجماهير مليا 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 إحنا في التمرين في التمرين كان بيحضر لنا جمهور وكان كل لعيب فينا ليه أغنية في التمرين يغنها له عشان يروح يحيي الجمهور هو ده كل ما تسر يعني طبعا مش سر إن نادي الجمهورية أغلى لعيب فيه ما يتعدش لا بصراح أنا بحيي النائب أحمد الخشن دائما خطابنا برأس النادي طبعا أستاذ محمود الخياط طبعا أخونا الغالي مليون سلامة كانت عرض لحادث طبعا وربنا يعني أدعى على خير الحمد لله ربنا ينجي ده والجهاز الفني اللي انتقى اللعيبة دي بالأسعار شايفة كابتن الدنيا شايفة كابتن عامل زي وجمهور اللي مفعول السحر جدا يخلي الحجر يتكلم لآخر لحظة أنت عارف برضو دكتور عهاب بدون قطع كلام كابتن وليد أنت عارف جمهورة شبين نادي كبير نادي دوره ممتاز وشتغل في الدوره ممتاز سنين كتير برضو بقاله فترة يعني ما كانش في دائرة المنافسة السنادي هو دخل في دائرة المنافسة بقوة فعشان كده جذب قدر كبير جدا من الجماهير تدعمه وتقف يورا لأنه بقى عندهم أمل هو نادي جمهورة شبين ونادي البلد الوحيد يعني ما فيش غزل محلة وبلدية ما فيش لومبي والتحاد جنبه ما أقرب حاجة متخلف والغزل كان زمان والغزل كان زمان فنادي اللي هو إيه هو دا اللي تدعمه الناس متعطشة أن هي تشوف في جمهورة شبين تاني في الدول الممتاز هي دي الأندية الشعبية اللي احنا بنطالب بيها بكل تأكيد طيب عاوز أرجع لكابتن جنيدي بلدية المحلة تحادل مع بيونيرز وبيونيرز يعني آخر الجدول مع كامل الاحترام فريق محترم جدا جدا لكن في حاجة غلط في البلدين بصف الشامي موفر بالبلد اللبن العصفور معهم جهاز فني على أعلى مستوى كابتن أحمد عبد الرقوف رائع 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 لكن إيه الخلل فيه إيه بص يا دكتور خلينا طفق الناد البلدية السنة دي مختلف تمام يعني ناد البلدية يمكن في دارة المنافسة من بداية الموس عمل نتائج كويسة جدا كابتن أحمد عبد الرقوف الحقيقة عمل نتائج أكتر من جيدة وانا شايف أن فيه استقرار كبير جدا على المستوى الفني أو حتى على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الإدارة إنما الحقيقة النتيجة الأخيرة دي طبعا مع كل احترام لبيونيرز إنما طبعا أنت فرقة بتلعب على المفروض بتلعب على المنافسة وانت في دائرة المنافسة بقوة على أرضك يا المنافس وعلى أرضك وفوز جمهورك فاتنين بونط غاليين جدا ممكن جدا يكلفوا ناد البلدية غالي جدا في الأمطار الأخيرة يعني ممكن جدا في الأمطار الأخيرة يلاقي ان الاتنين بونت بتوع بيونيرز تبقى مشكلة كبيرة جدا بالنسبة له في حالة صعود من عدم